القبول بنتائج الانتخابات أو الطعن بالطريقة القانونية طريقة حل سياسي للمعترضين على نتائج الانتخابات من الكتل السياسية الخاسرة وبحسب مراقبين فالاتجاه إلى طريق التهديد والوعيد يلقي بظلاله على الشارع العراقي ويخلق أجواء من التوتر يفترض أن الكتل السياسية تكون أكثر وعي وأكثر حرصا على مصلحة الوطن وتتخلى على المصالح الشخصية وتقبل بنتائج الانتخابات التي هي من صوتت على هذا القانون الانتخابي الجديد وبالتالي الفتل السياسية مدعوة اليوم قبل غيرها أن تقبل بنتائج الانتخابات وتتعامل مع المصلحة الوطنية قبل أي مصلحة أخرى على حساب مصلحة المواطن في كل مرحلة انتخابية اعتاد المواطنون على أن تكون هناك أجواء من عدم الإطمئنان والقلق المستمر لما ستأول إليه الأحداث خصوصا أن عددا من الأحزاب السياسية لا يهمها إلا المصلحة الشخصية التي دائما ما تغلب على المصلحة العامة من تغيير النظام صارنا تقريبا من 19 سنة لحد هاللحظة ناس يذبها على ناس مشاكل السياسية مشاكل الأحزاب ما معقول نحن نظل نعيش كل أربع سنوات هذا التخبط الشعبي يعيشه يعني من علم والصراع وقتل وعدم تطور يعني نحن ما ضامنين مستقبلنا شنو ولا ضامنين مستقبل أولادنا نحن مستقبلنا يعني مربوط بالأحزاب بالسياسين والأحزاب والكتل وهذا ما يصير يعني طرح كل دول العالم على انتخابات ما معقول كل دول العالم تتنافس مثل هذا التنافس العراقيين والشعب العراقي بات في قلق بسبب الصراعات السياسية بين الكتل والأحزاب السياسية فحين إجراء انتخابات وكل موعد انتخابات يليها مشاكل كبيرة تلقي بضلالها على الشعب العراقي قبل الانتخابات وما بعدها يدخل المواطن بجوف نفق مظلم من القلق والخوف بسبب الاحتدام السياسي الذي دائما ما يؤثر بالسلب على حياة المواطن بمختلف الميادين السياسية وغيرها من بغداد محمد فراس قناة التغيير اشتركوا في القناة